الزملاء في نظرهم للإعداد لحلقة هذا اليوم توقفوا أمام خبر يعبر عن طريقة التعامل مع متطلبات المواطنين ضمن حياة كريمة ومستوى الحرص الذي تظهره مؤسسة حياة كريمة والمبادرة للتعرف على متطلبات على رغبات أهالي المحافظات المستهدفة ضمن مشروعات العمل في حياة كريمة الحرص كذلك على الاتصال والتفاعل المستمر مع المواطنين المستهدفين بهذه المشروعات التفاعل الكبير كان هو الأساس والسمى الأساسية التي قدمت فيها الدولة جهدها في هذا الوقت في إطار دور مؤسسة حياة كريمة في زيادة مساحة التواصل مع المواطنين في القرى المستهدفة سيتم عمل استبيانات دورية يطرح من خلالها أي سؤال أو استفسار عن أعمال المبادرة في كل محافظة على أن تتولى المؤسسة من خلال منسقيها الميدانيين بالرد عليها في فيديو توضيحي في نهاية كل أسبوع المؤسسة بدأت بمحافظة بنسويف قالت عبر صفحتها على موقع فيسبوك إذا كان لديك أي تساؤل أو استفسار أو استيضاح أو شكوى بخصوص مشروعات وأعمال المبادرة التي تنفذ في المحافظة فعليك ملء النموذج المرفق مع الرابط الذي يستعرضه الزملاء أمام حضراتكم الآن على هذه الصفحة فقط نشير إلى أن الاستبيان الذي أمامنا كان قد أغلق يوم الثلاثاء الماضي لكنه كان النموذج الذي على أساسه ستقوم المؤسسة بعرض الرغبات والاستبيانات والاستضاحات التي قد يرغب أهالي أو سكان المحافظة في طرحها على مسؤول مؤسسة حياة كريمة في كل محافظة من المحافظات التي سيتم العمل دورياً معها ترجمة نانسي قنقر